المصرح الروماني بيروسيكادا يستعيد مكانته من جديد بعد غياب دام لعقدين من الزمن فعلى إثر عمليات ترميم استعاد هذا الصرح بريقه وفتح أبوابه من جديد لاستقبال الزوار مقارنة بوش كنا متوقعين أنه الزيارات راهي في أوجيها جمهور كان متعطش بزاف أنه يشوفوا شكاين في المصرح الروماني خاصة بعد أنه عمليات الترميم اللي يخضع لها وعمليات إعادة التهيئة اليوم جيت المصرح الروماني ما كنتش متخيلوا هكذا بسح عجبني بزاف جمعوني المعلم الأتريك فكانوا يخدموا لرومان تقنيات كيف صنعوا بها المصرح هذا يعتبر المصرح الروماني بسكيكدا كتابا مفتوحا يحكي قصة حضارات تعاقبت على هذه المدينة الضاربة في عمق التاريخ المصرح الروماني لمدينة ريسيكاد تبنى في عهد الإمبراطور أدريان بين 117-138 هو حكم بين 117-138 ميلادي راه مصنف كترات وطني للأمة من سنة 1900 طاقة الاستيعاب كانت تستقطب حوالي 6000 متفرج راه من أكبر المثالح في شمال أفريقيا لا يقتصر المصرح الروماني على كونه معلما أثريا فحسب بل يتعداه ليصبح فضاءا ثقافيا وسياحيا حيويا إذ يمكن استغلاله في العديد من النشاطات التي ترسخ الوعي الثقافي للأجيال الصعيدة بعد فتح المصرح الروماني الواقع بسكيكدا إن شاء الله الأنشطة لا تقتصر فقط على الزيارات بل راح نوضع إن شاء الله خطة محكمة لتوسيع وتعدد النشاطات مثلا كالحقيبة الأترية أو حقيبة الأتري الصغير وهذه الأنشطات تتمثل فيه ستسهدف في أمعينة أكثرها الأطفال لترسيخ المورود الثقافي لديهم يعتبر المعلم الوحيد لراه مازال قايم وتقدر تدخله في المصار السياحي وهذه النقطة جد مهمة لولاية سكيكدا ولينا نحن كأتريين أن يدخل المصرح الروماني في الإطار أو في المصار السياحي هذا الصرح الذي شيد خلال فترة الإمبراطور أدريان ما يزال إلى اليوم شاهدا على أن هذه المدينة هي أرض الحضارات وملتقى الحقب التاريخية التي تتفرق بين أرجائها